موسيقى 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 السلام عليكم قال عبد الرحيم من السليمي الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي المغربي أن القناة الجزائرية الرسمية وضعته ضمن متأمرين على وحدة الجزائر وتابع في تدوينته على صفحتي الرسمية فيسبوك أنه عرضت اليوم القناة الجزائرية برنامج لتنويل أحداث التي وقعت منذ أسابيع في منطقة القبائل ومن المفارقات العجيب أنه يوجد معد البرنامج في جزائر تهمة مباشرة لمنعتهم بمتأمرين ضد الجزائر ووحدة الجزائر ومروجي الفتنة وأضف فوجة صورتي ضمنهم البرنامج يعلق صورة لي ومقطع من إحدى فيديوهات على قناة اليوتيوب وعلق الأستاذ الجامعي بقوله تعليق واحد أقوله على هذا برنامج يبدو أن البرنامج انتقلوا من اتهام الدول إلى اتهام أشخاص هذه قناة على اليوتيوب يتهمون صاحبها بالتعامر على الجزائر فماذا لو كان لصاحبها قناة تليفوزيونيا أنذاك سيتهموني البرنامج بتدبير انقلاب على شنقريحة أو تابون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر